متابعي قناة انفوتيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ماروة سليمان وفيديو جديد ان شاء الله على القناة والنهاردة جاي بناء على طلب المتابعين في التعليقات وهو إجراء مقارنة ما بين O3 Mini High داخل شات جي بي تي وجيميناي 2.0 Pro هنديهم نفس الأمر ونشوف نتيجة كل نموذج عشان يعني نقدر نقيم أيهما أفضل أو أنتو كمان تقيموا أيهما أفضل بناء على النتائج أول حاجة هبتدي أفتح شات جي بي تي وحبتدي أختار O3 Mini High احنا عارفين في الفترة الأخيرة إن في نموذج جديد اسمه O3 تطويره داخل شات جي بي تي من خلال شركة OpenAI وفي عندي O3 Mini و O3 Mini High O3 Mini High هو Great at Coding and Logic وده نموذج أعلى من O3 Mini في الCapabilities والقدرة تلات مستويات من O3 في Low والHigh والMedium O3 Mini High ده أعلى مستوى في O3 Mini وهو مناسب لي Coding و للLogic وحنجربه مع بعض النهاردة بالتحديد أبتدي أروح للسؤال الأول هنا حطلب منه أنه هو يعد كام لتر L في الكلمة اللي قدامكم في أربعة L موجودين في الكلمة أو المفهود أن فيه بحث أو بيبر كان طبعاً هي من فترة ولكن دي كانت من ضمن الأسئلة وحطت لك الأكاديميك بيبر الرابط بتاعها في الوصفة أسفل فيديو اللي فيها أكثر الـ Problems الشائعة اللي إنه مزج الذكاء الاصطناعي بتخطئ في إجابة عليها يعني هو تقريباً شبه كده لو تفتكروا اللي هو كام أور في ستروبري هنا حبتدي أن أنا أدوس Enter نشوف النتيجة هنا قال لي أن total number هو أربعة L وزي ما إحنا شايفين Break down the word أسم الكلمة علشان في الآخر خالص يقول لي أن أنا عندي أربعة L نبتدي ناخد نفس السؤال داخل جوجل iStudio عشان نجرب جيميناي 2.0 Pro أتأكد أن أنا وقفة على الموديل جيميناي 2.0 Pro Experimental اللي هو نازل بتاريخ خمسة اتنين وحبتدي أديره نفس السؤال وحدوث run عملي break down يعني استخدم نفس المنهجية لو خدتوا بالكم وهنا بيقول لي أن فيه عندنا أربعة مترز من ال L نيجي لي السؤال الثاني هنا حقول لي وثري مني هاي tell me three names of countries whose name ends with ND عايزيني صعب الموضوع شوية هخليها L I A وحدوث enter شوف كده هيفكر هيديني إيه أعطوني أستريليا ومنجوليا وسوماليا والثلاثة بينتهوا بال L I A تعالي نجرب مع جوجل EI studio الصرعة بتاعته عالية أعطوني نفس الإجابة أستريليا سوماليا منجوليا حد الوقتي ماشيين الاثنين جنبا إلى جنب بنفس الكفاءة هروح مرة تانية هقول له create a playable piano keyboard using HTML, CSS and javascript عايزة يعمل لي بيانو كيبورد باستخدام ال HTML و CSS و javascript ويحط لي كل الكود في ملف واحد خلينا ناخد في الاعتبار السرعة السرعة بتاعته باطئة شوية بيفكر ياخد وقته في بعض النمازي بيكون سرعتها أعلى شوية مع الحفاظ على الأداء هنا أعطوني الكود هروح على HTML online viewer نتيجة حلقة هبتدي أروح على جوجل EI studio هحط نفس الأمر playable piano keyboard using HTML, CSS بص الصرعة أعطوني الكود على طول وناخده الكود copy ونبتدي إن إحنا نجربه هذا هو عملك يعني piano keyboard عارفين أنت المفاتيح السودة اللي بكون موجودة في البيانو حطوهم لوحده كده سيباريكلي منفصلين فوق لكن تقدر تستخدمه معادي يعني بس طبعا يعني الأول أفضل يعني أنا شايفة أن O3 mini high أفضل نرجع مرة تانية نشوف مثال تاني وتطبيق آخر لو تفتكروا التطبيق الخاص بعمل Taking note app تطبيق بياخد النوت وهنا أنا قلت له create a front end for a taking note app and I can add a colorful sticky note أحط sticky notes ملونة تعالوا نشوف حايديني إيه وطبعا تأكد أنا وقفة على O3 mini high ودوس enter هو reasoning model حايد تدي يفكر ويحلل ياخد وقته بس أنا شايفة بصراحة بس أنا شايفة صراحة هنا reminder to اختار اللون هنا هنا بس يعني إيه دي طلع بره شوية الحاجات دي كلها ممكن تتزبطها في الكود بالنسبة للعرض هنروح لي google i studio وأجرب جيميناي 2.0 pro ودوس run سرائته طبعا عالية زي ما احنا شايفين لكن أنا لحد الوقت شايف O3 mini high أدق هنا حاخد الكود واروح على HTML online viewer stick note هنا حاختار color طبعا هنا الجزء الخاص باختيار color كان في O3 mini 1 أفضل ممكن طبعا أنا أطلب منه أنه يعملي التعديل اللي أنا عايزيه بس هنا في ميزة هنا note title هنا ممكن أسميه reminder one ممارسة الرياضة السادسة الصباحا مثلا هنا ممكن أختار اللون مثلا سي لون دا وحقول add note هنا حقول reminder two هنا حقول reminder two هنا حقول reminder two هنا حقول reminder two أقول ذهب هنا حقول لون دا هلوى جدا تنفيذي من i2.0 pro مظبوط الواجهة مظبوطة لكن هنا ناقص إنه هو مثلا سي يقول لي pica color أو يعمل هنا حركة على رغم إنه ممكن أقوله اللي أنا عايزيه ولكن اللي عجبني هنا note title يعني هنا sticky notes نقدر نقول الاتنين متساويين ونرجع نشوف حاجة تانية هنا حجرب ينشأ لي one page website for online learning platform منصة تعليمية اسمها info tech for you وححط له ال navigation bar اللي عايزيها ووصف ال one page website ودوس enter وناخد الكود علشان نجربه هنا طبعا دا reasoning model زي ما اتفقنا ياخد وقته لكن جيميناي 2.0 برو بيديك على طول الكود نجرب الكود على طول تم تنفيذه زي ما احنا شايفين طبعا انت تقدر بقى تحط الباث بتاع الامج او اللينك بتاع الامج تعالوا نروح لي جويل اي ستوديو هزود حاجة بس واحدة عشان هو دايما مش بيحط لي الاكواد في text file واحد او file واحد هدوس run على طول هيديني الكود وعطاني كمان شوية او والkey improvements والexplanations وشرح هتدي ااخد الكود وحروح اجربه بصوا هنا التنفيذ انا عجبني تنفيذ جيميناي 2.0 pro اكتر experimental بصراحة شايف يعني منظم اكتر شكل الوبيج عجبني اكتر ولكن الاتنين كفاءتهم كويسة جدا يعني نتائجهم كويسة هنا في O3 mini high مفيش امكانية ترفع ملفات يعني هنا مفيش امكانية انا احمل اي ملف زي ما قلتلك هو اكتر مناسب ليه ومناسب ليه لو رحنا لجوجل اي ستوديو هنلاقي في امكانية ان جيميناي 2.0 برو يقدر ان هو يتعامل مع وفيديو وفولدرز وفايلز واوديو كل ده بيقدر ان هو يتعامل معها لكن في وفي فاحنا مش هنقدر نقارن غير في الجزئتين دول يلا بينا نشوف اخر تطبيق معنا النهاردة نيجي بالاخر تطبيق معنا النهاردة وهيكون باللغة العربية هنا بقوله بما ان ان انت خبير في صيغة الاكسل المتقدمة اللي بتعمل حسابات معقدة فهنا انا عايزاك ان انت تعالجلي البيانات اللي بيصفها المستخدم المستخدم ما قدمش اي معلومات اطلب منه لو المستخدم ما قدمش اي معلومات اطلب منه وصف النتيجة اتأكد من كل المعلومات الضرورية ويتم اجراءها على البيانات زي نطاقات الخلايا شروط محددة معايير متعددة التنصيق بتاع المخرجات وقدم شرح مفصل لصيغة فورميلا يعني شأنها تحقق النتيجة المرجو اللي هي اللي احنا طلبناها في الاول موضحا الغرض ووظيفة كل جزء وكيفية عملهم معا يقوله ان احنا عندنا جدول بيحتوي على بيانات المبيعات فيها اسم المندوم وفيها تاريخ البيع ومبلغ المبيعات المهم يعني ان ده حاجة كده معقدة شوية وطلب منه المساعدة في استخدام صيغة ان هو يديني فورميلا معينة هنا حبتدي اشوفه حيتعامل معيها ازاي هنا عمل ايه هنا قال لي طريقة الاولى لو انت عارف السنة التي تريد حساب مبيعات يناير مثلا هنا طبعا شرح الموضوع طبعا مش هنقض الكلام ده كله هنا اعطاني الطريقة التانية يعني فيه طريقة اولى وطريقة تانية وهنا قال لك تأكد من تنصيق التواريخ بما يتناسب مع اعدادات الاكسل على جهازك الاعدادات باعت الاكسل على جهازك وهنا الطريقة التانية وهنا بيقول لك اختيار الطريقة المناسبة على اي اساس تختار الطريقة المناسبة هبتدي اشوف الكلام ده مع جوجل اي ستوديو هل هيزبطه او يديني الاودبوت بنفس الطريقة هل حيديني طريقتين ويقول لي ام تختار الاولى ام تختار التانية هنشوف مع بعض الوقت هنا هيديني الفورميلة في الاول خالص يعني هو عطاني الفورميلة اللي انا هستخدمها اللي انا في الاساس عايزي اعملها وبعدين هيشرح الصيغة ومكونتها زي ما احنا شايفين وازاي بتشتغل الصيغة ونصايح وتوضيحات زي ما احنا شايفين عطاني صيغة واحدة او فورميلة واحدة وشرحها وعطاني كمان مثال عليها انا بصراحة عجبني اداء جيميناي 2.0 برو من ناحية المنطقية في الاجابة على السؤال ده بالنسبة مقارنة سريعة ما بين جيميناي 2.0 برو والمنافس الاخر وهو او ثري ميني هاي الموجود داخل شايت جي بي تي من اوبن اي اي اتمنى اشوف في التعليقات رأيكم كالعادة وشاركوني يعني ايه رأيكم هل انتم تفضلوا تستخدموا او ثري ميني هاي ولا تستخدموا جيميناي 2.0 برو ايهما افضل اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله على قناة انفو تك فوريو زي مقالك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولا كنتم منو تابعينا الاعزاء تنساش لايك وشير وكمنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته